من سنوات قريبة سمعنا عن مسابقة اسمها ROV وهي مسابقة الروبوتات اللي بيعملها طلبة من كليات الهندسة المسابقة دي لقت إقبال كبير جدا من كليات الهندسة حوالين الجماعات المصرية الجديد الموضوع بيطور بقى فيه روبوتات مرنة تحت الماء وحط تحت مرنة دي 30 خط الروبوتات ده ابتكار جديد نفذوا مجموعة من الأسد ده والبحثين في جمعة النيل الابتكار ده مشروع مهم جدا ليه بقى لأن هذه الروبوتات المرنة هتخدم البيئة وحيكون لها أثر تكنولوجي كبير خلال الفترة اللي جاي إيه حكاية الروبوتات دي يعني خلينا نتعرف أكتر على هذا الموضوع منورنا النهاردة دكتور أحمد ردوان نائب رئيس جمعة النيل الأهلية وأستاذ كليات الهندسة جامعة القارئ أهلا معك فندم أهلا بك ومعنا صاموال يوسف الباحث المساعد بمعمل الروبوتات اللينة في جمعة النيل أهلا بك صاموال عشان نتعرف معهم على قصة الروبوتات المرنة أبدأ بك دكتور إيه الفرق من الروبوت العادي السابت والروبوت المرنة ببساطة شديدة هو الروبوت العادي هو بيبقى من مواد صلبة وبيبقى حرقته محدود يعني تبقى ليه فيه قدرات معينة بس بيقدر يعملها إنما مش بيبقى مرن زي حركة الإيد يعني لو أنا عايزة أعمل حركة زي إيد الإنسان أو عايزة أعمل سمك شبه الحقيقية عايزة أنزلها في وسط السمك عشان ما يحسش إنه مختلف ويبقى بتتعامل مع السمك كأنها سمكة بتقدر إن هي مثلا تتعامل مع الشعب المرجانية ما تأزهاش لأن هي مش صلبة هي مرنة هتقدر إن هي تنفذ وتدخل وتتحرك أو إن هي نبقى يبقى فيه حتى كائنات على الأرض يعني العلم ده موجود من 40 سنة بس هو بدأ إنه ينشط في آخر 10 سنوات طبعا بفعل الطبيعات الثلاثية الأبعاد الجديدة والتكنولوجيز اللي هي بقت دلوقتي موجودة بشكل كبير وبتتطور يوم عن يوم وبالتالي في آخر 10 سنوات بدأت تظهر شرق يعني بروتو تايبس أو نمازج أولية من جامعات MIT وستانفورد والجامعات الكبيرة تطلع منتجات أنت تبص عليها تحس إنها سمكة حقيقة بس هي في الحقيقة هي روبوت تقدر بتعمل كل الحاجة وبالتالي لو هي تحطت في الانفيرومنت أو في البيئة العادية هتحاكيها بالشكل الملعب فدي قصة المشروع نفسه في الحقيقة ده كان حلم تلت شباب باحثين يعني اسمح لي أقول اسمهم من حفني ومحمود عبد الله ومصطفى عبد الرحمن والتلت شباب دول من أربع سنين كانوا حابوا أنهم يعملوا هذا المشروع ويفكروا أن هم يشتغلوا في هذا العلم ما كانش فيه كتير في مصر بيشتغل فيه وقدمنا أقدموا أكاتبوا بروبوزل أو مقترح بحسي لأكاديمية البحث العلمي وطبعا مع الاستعانة القليلة من الأسدزة بس طبعا معظم المجهود كان حلم ليهم في الحقيقة ومقترح البحث ده تم تبنيه من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وده طبعا مجهود كبير وجامعة النيل ساعدت في تنفيزه وفي خلال الفترة السابقة قدرنا نعمل إنجازات كويسة قوي إن شاء الله هنذكرها والثلاث شباب دولوقتي دول موجودين في يوكي بيعملوا دكتوراء بمنح مجانية فولي فوندد من ثلاث جامعات كبيرة وبيكملوا في هذا المجال مع أسدزة كبار جدا ولما هم كمان بيعملوا انترفيو معاهم كانوا بيقولوا لهم إحنا عارفين شغلكوا من يعني من إنه أريدي المجهود ده شيء طبعا يدو الفقر بس دكتور أحمد قبل منتقل ساموال أريد أن أعرف من حضرتك فكرة الروبوت الليينة أو المارينة دي بالنسبة لنا إحنا براءة اختراع ولا كانت موجودة وإحنا طورناها هي بالنسبة لنا هي لسه لم تقدم قبرات اختراع هي بروتوطايب أو نموذج مبدئي نموذج أولي لأنه لسه لأنه فيه كمية هو تشالنجز كتيرة أو يعني هو مالتي دي سيبنري أو هو موضوع بيني موضوع بيني يعني فيه عدد كبير من الموضوعات البحثية فلسه لم مقدمناش كبرات اختراع بس هي الفكرة أنه هو كنموذج أولي كان بالنسبة يعني انتقلنا من فكرة البحث لوجود بروتوطايب أو نموذج مبدئي وكمان طبقنا عليه الزكاة الاصطناعي وممكن سامول ده شغل الماجستير بتاعه هينقشوا الأسبوع هلأيزة روح انتقل لسامول بقى يكلمنا بشكل أكبر وهنا نتكلم عن فكرة موجودة على أوراق بحثية يمكن فيه أفكار كتير جدا موجودة على أوراق بحثية لكن ما بطي تنفذ حتى عشان تبقى بروتوطايب بتبقى صعبة بنلاقيها أنها مش يعني مش غير قابلة للتنفيذ عايزة أعرف منك يا سامول إزاي قدرت طبعا مع الطلاب الدكتور أحمد طبعا ذكر أسمائهم وإحنا بنحييهم إزاي قدرت تنقلوا أو تحولوا أو تترجموا الأوراق البحثية دي لنموذج أولي ومبدئي هو في البداية منحتاج أن إحنا ندور في الأوراق البحثية دي ناخد اللي الناس عمليته قبل كده البروتوطايبس اللي قبل كده اتعملت بره التكنولوجيز اللي هما بيستخدموها طبعا بيساعد في ده زي ما دكتور دون ذكر التكنولوجيز زي 3D برينتينج التباعة الأساسية الأبعاد أنه بتسهل في تصنيع النمازج ديت مع أن إحنا نبقى شايفين الترند بتاع الأبحاث دي ماشي إزاي لحد ما نوصل إحنا من مرحلة أنه مجرد فكرة بس أنه أقدر يبقى فيه يعني زي ديزاين أو تصميم للروبوت ونوع المواد اللي هتستخدم كمواد مرنة تصنيعها إزاي أقدر أصنعها بطرق مختلفة شوية عن المواد الصلبة في العادي ويبعد كده إنها دخل بقى إنها هتبقى أكتر فيها نوع من أنواع الزكاة إنها أستخدم أو الزكاة أصنعي بطرق مختلفة عشان تنفذ التطبيق أو المهمة اللي هي معمولة عشانها كان يعني بالنسبة لنا نحن كانت مهمة جداً موضوع الإشارة الموجانية إنها هتنزل تحت الموية ويتبقى قادرة إنها ما تأثرش بشكل سلبي على البيئة اللي حواليها ما تخوفش الكائنات الحقيقة للأسماك اللي موجودة ويتساعد في إنها التحافظ على البيئة دي طب هنستفيد إيه؟ يعني أنا عملت حاجة تحاكي بالضبط السمكة بشكلها وتقدر تنزل وتقدر والسمك مش هيخاف منها وحتحاكي أنا هستفيد إيه من القصة دي واحد، اثنين، ثلاث، اربعة أو استفدت إيه؟ أكيد أنت رصدت طبعاً هي طبعاً هتختلف من تطبيق الآخر يعني هي مش مستخدمة يعني الروبوتس اللي نعمتها مش مستخدمة بس في حتة الاندرووتر أو الروبوتات تحت المياه مستخدمة في تطبيقات تانية مختلفة زي الزراعة إن هو تجميع المحاصيل ده بيختلف عن الروبوتات الصلبة لو هنقول فايدتها عن الروبوتات الصلبة إنه تقدر تتعامل أكتر مع لو أنا بجمع المحصول ما بوص السمرة لو أنا في حالة الروبوتس اللي تحت المياه أحد المشاكل الكبيرة دلوقتي في الحتة دي إنه تأثير تغير المناخ على الشعر حاجة زي الشعر الموجنية بيموتها وهي من أكبر الموارد أعتبر مصدر دخل فإيه بقى؟ هتعمل إيه بقى السمكة الروبوت؟ هو حاليا إحنا نقدر أن إحنا نخليها زي بنعمل مونيترينج أو بنتابع التغير بيحصل لأي درجة يعني مثلا حاجة زي تغير المناخي بيأثر سلبيا على حاجة زي الشعر الموجنية بحيث إن إحنا نقدر بعد كده لو فيه طرق معينة نقدر بيها نحنا نحافظ عليها نرجع إنها يبقى فيها استزراع تاني لها فهتساعد في إنها تحافظ على البيئة دي يعني حاولنا تلافى المشاكل اللي كان بتسببها الروبوتس بشكل عام بهيئتها المعدنية مزبوط؟ طيب دكتور أحمد هرجع لحضرتك مرة تانية وإحنا بنتكلم عن بحث مهم زي ده وزي ما حضرتك وسامل كمان شرحت لنا أكيد فيه بيئة لازم تكون مهيئة ومؤهلة هي تقدر تحتضن أفكار الطلاب وتقدر تساعدهم إن إحنا نحول الأوراق البحثية دي لعمل أو لنموذج زي ما تكلمنا إيه اللي بتوفره جامعة النيل الأهلية أو البيئة اللي بتوفرها جامعة النيل الأهلية إن إحنا نقدر نخرج ابتكارات وأكيد ده مش الأول ومش الأخير البيئة دي شكلها إيه عاملة زي إيه اللي بتوفره هي فيها جامعة النيل هي بتدي الفرص أو الفرص للباحثين إن هي الناس زي مجرد فكرة كان عند الباحثين الصغيرين تبنتها وبدأت إن هي تبقى في الآخر من مجرد فكرة زي ما حدتك قلت إلى منتج وبدلوقتي دخلنا في الفيزي التانية إن إحنا نقبره ونعمل أبليكيشنز مختلفة لي البراكز البحثية اللي جوها جامعة النيل مهمة جدا دي مراكز موجودة 24 ساعة 7 تيام في الإسبوع كل الباحثين ممكن تشغل فيها بشكل ما فيه ريجوليشنز أو فيه قواعد معينة الباحث ما بيعملش أي حاجة غيره إن هو بيشتغل في البحث بتاعه ما عندهش أي تيتشينج لود ما عندهش أي دراسة ما عندهش أي حاجة تشغله في حياته غيره أنه يعمل البحث بتاعه ودي طبعا نقطة مهمة جدا فكرة الإيه إن إحنا يبقى عندنا تيمورك أو يبقى عندنا عمل جماعي وفيه تواصل ما بين المشاريع وبعضها وفيه تكامل ما بين المشاريع السابقة والمشاريع القادمة وهكذا يعني وطبعا غير ده إن فكرة إن إحنا بنحاول نعمل التكامل ما بين العناصر الأربعة اللي هو جامعة النيل اللي هي learning أو التعلم طلبة الـ undergraduate طلبة الجامعة لمرحلة البكاريوس مع البحث العلمي من خلال المراكز البحثية مع ريادة الأعمال من خلال المركز بتاع الابتقار وريادة الأعمال وخدمة المجتمع من خلال activities كتيرة وworkshops وندوات موجودة ودي طبعا مهمة جدا أنا بس عايز أكمل حاجة على اللي صموا لها في دلوقتي الـ applications أو التطبيقات كتير قوي زي الناس اللي بتعمل الـ biodegradable robots الـ biodegradable اللي هو تتحلل اللي هي الـ روبوتات اللي بتتحلل يعني إيه يعني هي لو مثلا أنا عايز ودي موجودة في tracks كتير في العالم أبحاث كتيرة إزاي أنت تعمل روبوت صغير ويقدر يدخل جوه جسم الإنسان يأدي function معينة ويتحلل من غير ما يزين كنت لسا أسأل حضرتك السؤال ده أعتقد تطبيقها أكتر يكون في مجال الصحة يس وكمان في الأفلام اللي كنا بنسمعها زمان اللي هو المايكرو روبوت اللي هي لها applications كتيرة دي الناس اللي تشغال فيها فكرة أن احنا اللي هو الزراعس الزكية احنا دلوقتي فكرة أن احنا الناس تقطف الصمرة بأيديها ده خلاص الفترة دي هتنتهي في عندنا احنا كنا عاملين device قبل كده اللي هو بي ماجر الكواليتي بتاعت الثمرات وبالتالي الدفايس ده لما يتحط على الروبوت هيقدر أنه يعدي على الثمر ويبدأ ايديتاكت الكواليتي بتاعته وهو اللي يقول يعني دي كفاية كده نقطف يكشف يعني عن جودة الثمرة اذا كانت تقطف دلوقتي ولا لست شوية عليها او فيها مشكلة او 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 بالزبط ومن غير ما يحط أي بصمات على الثمرة يعني أنا أنا بمسكها بحط بصمتي عليها وده ممنوع في التصدير لبعض الدول إنما لما عندنا صوفت روبوت بيبقى العملية اوتوميتد بشكل عب أبليكيشنز كتيرة حاجات كتيرة في البايوميديكال أبليكيشن تطبيقات الحيوية للإنسان والميكانيكا حتى دلوقتي لما بنتكلم في التطبيقات المختلفة يعني ما نجي نتكلم على طائر تخير هذا إننا لو فيه دلوقتي طائر بيتحرك هو صوفت روبوت ومحدش عارفه يعني هاوي يعني ممكن ندتكت ده ازاي أو نقدر نعمل تصور ده قريب جدا هتلاقي الحاجات دي بيتموجودة لأن العلماء بقم بيشتعلوا في جميع الاتجاهات الحاجات الكائنات اللي على الأرض أو الكائنات اللي تحت الميا أو الكائنات شوفنا ده حتى الجيش الأمريكي كان أعلن فيه زبابة اللي هي بتبقى عاملة زي الدرون كده بتخش تتجسس وتخرجه أو زي الدبور يعني في حجم مثلا الصباح طبع على أي حال ده بينقلنا برضو لاستفادات العلم من هذا الروبوت المرن يعني إحنا خلاص هنحاكي كل الكائنات الحية بره بيعملوا ايه يا سامويل لفت انتباهك ايه مثلا انت اشتغلت على الروبوت تحت الميا أكيد بره شفت حاجات تانية تبهرك وتتمنى تحصل في مصر هو يمكن دلوقتي المنتشر أكتر واللي بيحاولوا ينفذوا انه هو نتخلص خالص من المواثير أو الأجزاء الصلبة من الروبوت نفسها عن طريق حاجة زي ان احنا زي كأننا نصنع زي عضلات أو أنسجة شبه الأنسجة والعضلات بتاعت البني أدمين وبتاعت الكائنات الحقيقة بحيث أنها تبقى أقرب ما يكون فعلا للكائنات لأنها بطبيعتها هي بتتجاوب أحسن مع البيئة اللي حواليها هل تستفيد بها إزاي ده يساعدها في أنها لما زي نكت قول بردل أنه لما حاجة هحطها في البيئة دي تقدر أنها تأدب في جسم الإنسان أعتقد أنه تبقى الفكرة أنه الجسم يتقبلها أكتر من المعادن لأن المعادن يبقى جسم غريب داخل جسم الإنسان بزبط لكن لما تكون معمولة من حاجة شبه الأنسجة الفعلية بتاعت البناء أو لما تبقى حوالين كائنات حية وأنها شبهها جدا حتى في طريقة حركتها أنها تقدر تنفذ التطبيق المطلوب منها من غير ما يبقى فيه أي مشاكل مع البيئة اللي حوالي يعني تطبيقاتك عديدة الحقيقة كان في مجال الصحة في مجال البيئة في مجالات مختلف فزي حضرتك قلت يا دكتور أحمد رجعلك مرة تانية وحضرتك قلت أنه بيئة العمل في جامعة النيل أهلية حضرتك قلت بتبقى من خلال تكامل أربع ناصر لكن في حقيقة نقطة أريد أسأل حضرتك عليها فكرة المتابعة من قبل دكتور أو أخصائيين أو خبراء في كل المجالات أي أن كان نوع البحث اللي بيتم العمل عليه يعني الخبراء دول أو البروفيسورز أو الداكتور بيكونوا من جماعة النيل ولا بيتم الاستعانة بخبرات من بره في الحقيقة دايما نستعين بالخبرات الموجودة بره مصر وده نقطة مهمة جدا لأنه ما نقدرش في بعض المعلومات إحنا ما نقدرش مش متبقى أفالابل عندنا أو مش متاحة عندنا وبالتالي إحنا دايما بنستعين بخبرات الأسادزة اللي موجودين بره مصر واللي جوه مصر كمان وده اللي خلى المعمل الجديد اللي إحنا تم إنشاؤه بالفند من أكاديمية البحث العلم وجامعة النيل هو الوحيد اللي موجود على الويب سايت بتاع MIT في أفراقيا المعمل اللي موجود في جامعة النيل دلوقتي هو موجود على الويب سايت بتاع MIT ومكتوب كده الوحيد في أفراقيا وده طبعا بناء إن إحنا كنا على اتصال دائما بالباحثين اللي موجودين بره وعشان كده حتى لما كانت الباحثين بيعملوا انترفيو أو مقابلة مع الزملاء اللي هم دلوقتي في يو كي هم كانوا بيقولونهم أنا عارف الشغل بتاعك لأنه هم نشروا عشر أبحاث ناقش الماستر بتاعه وهيسافر فرنسا كمان فترة هيكمل برضو في التراك دوت فدي النقطة إحنا ما نقدرش إن إحنا نقفل على نفسنا لأن العلم محتاج التكامل ما بين اللي بيحصل وفي حاجات مهمة جدا إحنا ما نعرفهاش لأنها لم تنشر بعد لأن في بعض التراك اللي هي بتبقى إحنا بس بنقدر نشوف اللي بيتم نشر وفيه أبحاث علمية إنما طبعا في حاجات تانية بتبقى كلاسيفايد يعني صحيح سامول أكيد كان فيه تحديات قبلتك وأنت بتعمل روبوت مارين لأول مرة في حياتك إيه هي أبرزها واستفدت منها إزاي وممكن يعني تبني عليها بعد كده إزاي لما تيجي تعمل بروجيكت تانية زي ده هو من أهم المشاكل في تصنيع الروبوتات اللي أنا نعمتا هو الجزء بتاع التصنيع نفسه إنه التعامل مع المواد نفسها أصعب كتير من التعامل مع المواد الصلبة فطرق التصنيع طريقة التحكم فيها برضو بتبقى مختلفة عن اللي إحنا عارفينه كاللي بندرسه على الأقل في هندسة في البداية التعامل معاها إزاي تحكم في الروبوت نفسه مختلف شوية عن المتعرف عليه في الروبوتات يعني الطباع ثلاثية الأبعاد دي بتخرج لك نموزك بجد أنا برضو يعني يعني معلش أنا البرينتر بالنسبة لي بطلع ورقة لأ هو هي دي أنا فاهم من التعرفات الأبعاد اللي بيطلع نموزك أنا فاهم بس يعني المتعرفة اللي بيبقى عاملة إزاي هي بتبقى مواد شبه يعني أقرب حاجة لها هي المواد السيليكون الروبر اللي هو ممكن متواجد بشكل كبير في الحاجات اللي احنا بستخدمها بشكل يومي هي مواد بتبقى فيها مرونة كافية أنها تتحرك لما هضغط عليها بفورس بسيطة هتتغير شكلها هتتحرك فطبعاتها بتبقى عن تريسري بينترز إنها طبعا نتيجة التسخين والماتريال بتنزل تتطبع بالشكل اللي احنا عايزينه فبتاخد الشكل البوتوتيوب اللي احنا أو شكل الروبوت اللي احنا بنفكر فيه ونتيجة المرونة بتاعتها نقدر نحركها بطرق مختلفة أي مستخدمة كمان يعني في كل أنحاء العالم دلوقتي الدكاترة أعتقد بره بتدوا يعملوا صمامات قلب بتدوا يعملوا حاجات كتير قوي بالـ 3D printing طيب سمول أنا عارفة أنت اشتغلت كمان على يمكن تقنيات محددة في المشروع ده زي النمزجة و إدراك والتحكم والإدراك للروبوت يعني أنا عايزة بس أفهم يعني إيه التحكم والإدراك للروبوت لأنه كان في وقت بالوقت نستخيلت أنه الروبوت زي البني قدم هو احنا بنحاول نوصل أن احنا بطرق ذكاء إصطناعي مختلفة أو التكنيكس مختلفة أن احنا يبقى الروبوت قادر أنه من غير أي تدخر خارجي بعد كده من إحنا من إحنا كمنا قدمين أنه هو ينفذ مهمة معينة مطلوبة منه يعني في البروجيكت اللي احنا عملناه كان الهدف أن إحنا السمكة بعد لما عملناها بالشكل بدحها وأنها تقدر تنزل في المياه إنها لو أنا زي ما كنت قلنا عايزة أخليها تجمع معلومات معينة عن البيئة اللي حواليها أو تروح لمكان معين فكان الهدف أن أوصلها لمكان ده يعني طبعا ما فيش حد بيتحكم فيها بريموت أو كده فالفكرة أنها تروح للمكان زي توجيه بس أنا ما بتحكمش فيها فكان بطرق زكاة صنوعية مختلفة أقدر أن أنا أعلمها أنها تعمل الموضوع دوت من غير محتاج بعد كده أن أنا أرجع وجهها تاني صحيح سريعا جدا بعد ما تخلص المهمة بتاعتها إيه اللي بيحصل هل تتحلل بقى ولا إيه اللي بيحصل هو الده بايو ديجريدبل إحنا يعني ما شغلناش فيه في البروجيكت بس طبعا عادي هترجع للمكان الأساسي بتاعها سواء مثلا أنه فيه ستيشن معينة هترجع لها صحيح علي حال يعني أنا ما أعتقدش أن فيه حاجة أفضل من أنك تفتح تليفزيون الصبح وتتفرج على فقرة بيبقى فيها أمل بالشكل ده أن فيه عندنا كوادر مصرية بتقدر تعمل روبوتس وروبوتس مارينة وتحت المية وأن عندنا جامعات بتدرس ده أنا عارف أن إحنا يعني بعاد عن الغرب في التكنولوجيا لكن كل خطوة بنقرف فيها ده بيدينا أمل وبيدينا كده إيه حلم أن بكرة حيبقى أفضل بكتير بنشكر الدكتور أحمد ردوان يا برئيس جامعة النيل أهلية أستاذ الهندسة بجامعة القرى نورتين يا فندم وشكرا جدا جدا لمجهودك مع الطلبة شكرا أيضا الباحث سامو اليوسف الباحث المساعد بمعبل الروبوتات الليينة في جامعة النيل شكرا لك يا سامو بالتوفيق في منحيتك القادمة في فرنسا ونتمنى نشوفك عالم كبير كده زي أحمد زويل وزي كل الأسماء المصرية لما أفاز المجال ونتمنى طبعا لكل الروبوتات الليينة إن هي تساعدنا في إيجاد يعني حلول